لو زواج عرفي يا سيد أحمد بيبقى ليها حقوق الزوجة؟ اه طبعا الزوج العرفي يعني احنا كتير جدا ببصة بورر ألاقي ان في زوجات جاية بتقولي ان انا متزوجة عرفي طيب انت متزوجة عرفي طيب فين الورقة بتقولك ان انا كنت عاملها عند شخص او عند محامي وفي اتنين شهود موجودين عليها انا معي الصورة هو قطع الصورة طبعا انت على طول بتبداي ان انت ترفعي حاجة اسمها إثبات علاقة زوجية إثبات علاقة زوجية بتجيبي شهود ما يفيد بان انت كنت متزوجة عرفية الناس شافوكي معي الناس الشهود قدرت ان انت تجيبيهم كان بيه اللي كتب الورقة سواء اذا كان محامي او مأزون او عدم ده كل الكلام ده كله بيجيبي بتحاولي تثبيتي قدام المحكمة بتقولي فيها ان فعلا كان في علاقة زوجية ما بين الزوج ده وبناء على الكلام ده بتبدأ ان انت ترفعي اذا كانت دعوة نفقة او اذا كنت انت حابة بعد كده ان انت ترفعي طلاق عليه مفيش مشكلة هل الزوج العرفي معترب بي السيد احمد في الكزواج ولا بيبقى لي وضع مختلف شوية هو كمجتمع طبعا هو مرفوض طبعا لان انا طبعا النهاردة المرأة احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نديها وضعها ونديها مكانتها فالزواج العرفي النهاردة بيحاول انه هو يعني بيقلل شوية من الحقوق بتاعتها فاحنا النهاردة قد نسب حاجة او احسن حاجة لهم موجودة حاليا دلوقتي وهو الزواج الرسمي عند مقزون فيه ناس بيتلجأ للزواج العرفي علشان مثلا ما يبقاش فيه انهيار للقصة كاملة مثلا او زوج متزوج وعنده اولاد فبيفكروا في حتة الارتباط العرفي ده بيبقى فيه صلة زواج بس يعني ما يبقاش معروف قدام الناس فدي بيبقى ليه حقوق برضو على فكرة سدقيني حضرتك الموضوع كله في وقت من الاوقات هيتعرف ففي الحالة ازاي كده الافضل اللي اقول لنا انا بناشد به وبقول ياريت 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 يبقى فيه جواز جواز رسمي وهو ده المعترف به